صباح الورد والجمال والأشياء الجميلة في هذا السوق الذي يعتبر كما ذكرت في التقرير من أكبر الأسواق على مستوى نستطيع أن نقول الشرق الأوسط هناك تداول لنحو ثمانية مليون رأس من الماشية سنويا سوق غني جدا وفيه قصص كثيرة هذه القصة قصة فيصل لعنيزي وهو ربما قد يكون أصغر بائع للمواشية على مستوى العالم عمره 13 عاما وبالتالي يعني هو متمكن ومتمرس في هذا المجال فيصل لعنيزي هذا معاي الآن وهو ولد جميل ورائع خلينا نتعرف عليك فيصل أنت أولا متى بدأت وتبيع وتشتري في عملية المواشي؟ والله من زمان بدايتي من يوم كان أمري تقريبا بل تساسني كذا بي وأخذ من هنا وروح للحراجة وبيع وارجع والله الحمد مكسب من اللي علمك أو خلاك تدخل هالمجال؟ والله هبوي كم رأس الماشية عندكم يعني اللي تداولوك اليوم يعني بشكل دائم تقريبا؟ يعني نبيعه والله يمكن بل للثثمية كذا تقريبا ثثمية رأسه إلى ثثمية عشرة كيف تشوف سوق حفر الباطن الآن هاليومين هادي؟ حلوة والله طيب الحمد لله الأسعار طيب كيف؟ الأسعار والله كويسة كويسة أنت قلت لي الآن حين على مشارف رمضان على القريب رمضان في الأسعار الظاهر ترتفع شوي أو لا؟ أي ترتفع زين أنت تعرف الأنواع اللي موجودة عندك أنواع الأغنام اللي موجودة؟ ايه يبقى وش الأنواع؟ نايمي جورجيا هذا الأردني مصري سوري كذا يجي من هناك زين من شكل الأغنام أو من لما تشوفهم تعرف الأشياء الطيبة من الأشياء العادية؟ ايوه من الشكل؟ ايه من الشكل من الظاهر ومن الجسم نعم ايه عندما تكون الدبيحة تكون طيبة عمرها كم تقريبا؟ ستة شهور سبعة شهور كيف تقريب زين أنت طبعا تدرس قلت لي في أي مرحلة تدرس؟ أدرس المرحلة متوسطة أول متوسطة نعم وكيفك في الدراسة؟ والله الحمد لله كويس جميل طبعا نجي للنار وعبد الإله أيضا أود أن أوصل رسالة طبعا فيصل والدة سعودية والدة من جنسية سورية مقيم له عشرين عاما في حفر الباطن وبالتالي هو يعني يواجه صعوبة حقيقة في عملية إكمال وثائق فيصل هذا شاب ذكي جدا حقيقة ويمكن الآن هو خجلان شوي ونحن طالعين على الهواء ولكن ذكي جدا وأيضا عنده تعامل ومخة متفتح للحياة وعنده بإمكانه أيضا أن يعمل بالتجارة بشكل كبير جدا ولكن ربما مشكلة البسيطة يعني هو خليني هو بيقول كلمة بسيطة في الأخير لإيصال هذه الرسالة وبالتالي نصبح أن نوصل أيضا صوت ربما تعالج موضوعه يعالج موضوع فيصل فيصل وش المشكلة بالضبع؟ المشكلة أنا أبوي سوري أجنبي والسفارة الحقيقة السوريين مقافلة الحين ما فيه سفارة ومسعودية وأنا أطمن أني أكمل دراستي بشكل نظامي أحصل على أوراقي وناشد الولي الأهد بحل مشكلتي جميل جميل إذن هذه رسالة أخيرة وهذا الولد الدكي يعني الفيصل بإذن الله إن شاء الله أيضا تحل موضوعه وبالتالي نجد يعني نموذجا مميزا وهو على فكرة متفوق أيضا في دراسته لمن يسأل أنا أعرف بأن تساؤل الناس كيف بأن يأتي في سوق الأغنام هل هو دراسيا لا هو متفوق دراسيا ولد دكي ورائع وبالتالي بإذن الله نكون أوصلنا رسالة رسالة بين الجمال أيضا ورسالة هادفة بإذن الله